السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع موضوع الصوفت ديليت والحثف النهائي للبوست إذن سابقا قمنا بعمل الصوفت ديليت أي الحثف الجزئي للمقالات في هذا الفيديو سنقوم بعمل الحثف الكل للمقالات إذن كما قلنا سابقا هنا عندما نقوم بالضغط على ديليت سيتم عمل لنا الصوفت ديليت لهذا البوست الآن نريد هنا في هذا السايد بار أن نقوم بإضافة لينك آخر لأخذنا إلى البوست المعمول لها الصوفت ديليت كما قلنا الصوفت ديليت هو لا يقوم بحثف نهائي لهذه المواضيع أو المقالات إذن نأتي هنا على الكود نأتي على الملف app.play.php نأتي هنا على السايد بار إذن نقوم بإضافة آيتم آخر هنا سيكون نسميه نسميه الرابط سيكون بعدها سنذهب على نقوم بإضافة الراوت إذن هنا سيكون لدينا هنا سيكون لدينا على سبيل المثال سيكون آآة tras سنقوم بإنشائها بعد قليل ونعطي اسم لهذا الراوت إذن سيكون ذلك النام هنا نسميه إذن شراشد دوت إندكس إذن هذا اسم الراوت والذي سنقوم باستخدامه هنا في التومبليت الآن بعدها سوف نأتي على البوست كونترولر هنا سنقوم بإنشاء مثل جديدة إذن سيكون ندينا public function ونسميها تراشد هنا سيكون ندينا متغير نسمي تراشد هذا المتغير سوف يحمل جميع المواضيع المعمول لها إذن هنا سوف نستخدم البوست موديل ولدينا مثل اسمها هذه فقط تقوم بإرجاع لنا المقالات أو البوستس المعمول لها أو معمول لها وبعدها نقوم بعمل لجلبهم ثم هنا نقوم بعمل إذن هنا سيكون إذن سوف نعتمد على نفس هذا الجدول في أننا نقوم بعرض البوستس المعمول لها soft delete وهنا نقوم بتمرير الداة إذن سيكون لدينا ويث هنا سيكون لدينا بوستس وهنا سيكون لدينا الداة تراشد أو يمكننا أن نستخدم هذه الطريقة إذن بدل من أننا نقوم بتمرير اسم المتغير هناك بارامتر لهذه الميطوك ويث يمكننا أن نقوم بكتابته مباشرة هنا لا نمنع بحاجة إلى هذا البرامتر إذن ما بعد كلمة with سيكون اسم المتغير الذي سيتم تمريره لهذا الview إذن نجرب نعمل هنا refresh إذن نلاحظ هنا لدينا charged posts إذن لو نأتي هنا على الداة بيس لدينا ثلاثة مواضيع أو مقالات إذن هذه معمول لها delete أي تم عمل لها soft delete وهذا البوست الأخير غير معمول له soft delete كما نلاحظ هو ظاهر لنا في الpost الآن لو نأتي على charged posts كما نلاحظ هنا يتم عرض لنا المقالات المعمول لها soft delete الآن نأتي هنا على هذا نعمل الآن هنا delete كما نلاحظ الآن لم يعد لدينا أي post لكن ذهبنا إلى charged posts هنا نلاحظ يتم عرضهم جميعا إذن سنقوم بإضافة post جديد إذن هنا نسميه post هنا description two هنا content two وهنا نختار أي صورة أوكي Mr. Robot ونعمل add إذن بهذا الشكل الآن أيضا سنقوم بعمل بعض التعديلات هنا على view هنا على سبيل المثال الآن نحن لسنا بحاجة إلى edit سنقوم بإخفاء هذا الزر edit وهنا أيضا نتركها delete بينما هنا في post بدل من أن نقوم بعرض هنا button delete سنجعل الكلمة تكون trash يعني حتى نعرف أنه سيتم عمل لها فقط soft delete وسيتم نقلها إلى هذه الجزئية هنا trashed posts إذن نأتي على index.toplay.php ونأتي هنا على delete هنا سنقوم بعمل شرط إذن هنا سيكون لدينا post إذن البوست إذا كان معمول إذا كان معمول له trashed إذن هنا سنقوم بطباعة delete عكس ذلك سنقوم بطباعة trash إذن نعمل هنا refresh إذن كما نلاحظ 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 لماذا؟ لأن البوست هنا معمول له trashed إذن هذه فائدة هذه المثل trashed وكما قلنا هنا هذا سنقوم بإخفائه إذا كان ما سنقوم بإخفائه إذن إذا كان معمول trashed لل post إذن هنا سوف نستعمل ب f بهذا الشكل الآن هنا سيكون لدينا post trashed إذن إذا لم يكن معمول trash لهذا البوست سنقوم بإظهار هذا البطن نعم refresh إذن كما نلاحظ الآن هنا البطن اختفى أما لو جئنا إلى هنا نلاحظ لدينا البطن edit الآن سوف نرجع على post controller نأتي هنا على سنقوم بالتعديل قليلا أولا هنا سوف نقوم بعمل comment لهذه التسجية هنا هنا سنقوم بعمل ل البوست إذن نقوم بعمل post ونقوم بعمل all إذن نعمل refresh نأس هنا على delete إذن نتعكد أولا من البطن هذا إذن هنا يتم استدعاء لنا delete إذن نعمل على سبيل مثال هنا trash إذن هنا لدينا الرأي نلاحظ لدينا عدد البوست صفر ليس لدينا أي موجود في لماذا لأن كل هذه معمول لها طبعا لدينا هنا يجب أن يتم إظهاره إذن هنا نعمل نأتي على طبعا هنا نعمل with trash بهذا الشكل لدينا هاتي الميط حتى نقوم بجلب جميع المقالات المعمول لها trash طبعا نتأكد فقط إذن with trash وبعدها نعمل get طبعا with trash إذن الآن هنا لدينا أربعة مقالات إذن with trash هاتي قامت بيجعل لنا المقالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الرابعة لنلاحظ غير معمول لها trash أو غير معمول لها soft delete إذن هنا فقط سنقوم بعمل وطبعا نحن نريد أن نقوم أولا بجلب جميع البوست إذن إذن ستكون إذن ستكون على العنوان على العنوان على سبيل المثال أين هو العنوان إذن هنا نريد نريد أن نقوم بالحذف يعني لو استخدمنا هذه الطريقة لو نلاحظ هنا هذا البوست هو غير موجود في الداتابيس إذن عندما هنا نقوم باستدعاء دليت هنا سيكون لدينا نوت فاوند لماذا؟ لأن هذا البوست غير موجود في غير موجود في الداتابيس معمول له هو غير مدرج في الداتابيس لو نلاحظ هنا إذن لدينا دليت يعني تم حذفه في هذا التاريخ إذن طريقة الراوت مودل بايندين هذه غير مجدية ولن تنفع في هذه الحالة إذن هنا سوف نعتمد فقط على الـ هنا سنعمل طريقة أخرى إذن هنا سنقوم بالبحث عن البوست إذن هنا سيكون دينا البوست مودل وبعدها سيكون دينا ويث ويث تشراشد إذن هذه كما قلنا ستقوم بإرجاع لنا جميع البوست الموجودة سواء معمول لها تشراشد أو غير معمول لها تشراشد وبعدها سيكون دينا وير هنا نتحقق يعني من الـ إذن هنا الـ يجب أن يكون مساوي لـ بهذا الشكل وبعدها نقوم بإرجاع أول نتيجة طبعا إذن سيكون لدينا فيرست بهذا الشكل إذن هذه جزئية جديدة سوف نتطرق إليها قريبا وهي الـ لو جئنا هنا على إذن لدينا هنا نتيجة على الـ طبعا سوف نتطرق إليهم بالتدريج إذن هنا لدينا هنا نريد أن نقوم بعمل شرط هذا الشرط هو أن الـ يجب أن يكون مساوي للـ مثلا لو أردنا أن نقوم بعمل أن هذا الـ يجب أن يكون أكبر من خمسة هنا سنعمل بهذا الشكل مثلا أكبر مثلا أكبر من أو يساوي وهكذا بما أن equal فهنا لا نقوم بتمرير أي شيء مباشرة هنا الـ وهنا الـ إذن هنا إذن هنا الـ إذن هذا الموضل هنا هو عبارة عن معمول له بعدها هنا نعمل نتأكد من لأن نريد هنا عمل اعتمادا على الـ إذن سنقوم بجلب المناسب المعمول له ونقوم بجلب إذن إذا كان هذا موجود أو إذا كان معمول له إذن هنا سنعمل وبعدها سيكون ندينا المعمول له إذن إذا كان معمول له هنا هنا سنقوم بعمل فورس ديليت لدينا هذه الميثود إذن سيكون ندينا بوست وهنا سيكون ندينا فورس ديليت يعني هنا سنقوم بحثه نهائيا لماذا لأن هذا البوست معمول له أو معمول له بما أنه معمول له ف هنا في هذه جزئية نحن نريد أن نقوم بعمل ديليت نهائي لهذا البوست بينما لو جئنا إلى هنا هنا إذا لم يكن معمول له تراشد أي غير موجود في هذه الجزئية هنا هنا فقط نحن نريد أن نقوم بعمل صوف ديليت ولا نريد أن نقوم بعمل ديليت نهائي إذن ألس هنا سيكون هنا بوست ثم ديليت هذه ديليت هي فقط ستقوم بعمل صوف ديليت لهذا البوست بعدها هذا البوست سينتقل إلى هنا الآن عندما نقوم بعمل ديليت سيتم استدعى لنا هذه الميثود ديستروي وهنا هي تستقبل الإي دي إذن كل بوست هنا لديه إي دي وهنا نقوم بجلب هذا البوست اعتمادا على الإي دي وبعدها نتأكد هل هذا البوست معمول له ام لا إذا كان معمول فنحن في هذه الجزئية هنا سنقوم بعمل حث نهائي بينما إذا لم يكن هناك لهذا البوست لم يتم عمل له فنحن نتكلم في هذه الجزئية وسيتم عمل فقط لهذا البوست إذن هنا هي تعمل مع هذه الجزئية هنا الخاصة بالبوست وأيضا مع جزئية الترشد بوست وطبعا هنا نقوم بعمل السشن والريتورن إذن الآن هنا نقوم بحلفهم نجرب الكود ونرى إذا لدينا هنا بوست إذن هنا نقوم بعمل إذن كما نلاحظ بوست نأتي هنا على هذا إذن هو موجود هنا الآن نقوم بعمل على نأتي على مجددا نلاحظ الآن تم حث نهائي لهذا البوست أيضا هنا نقوم بعمل نلاحظ تم حث نهائي للبوست أو المقالة من الداتابيس إذن نراجع على الكود سريعا ما قمنا بعمله إذن أولا قمنا بإضافة التراشد بوست هذه جزية هنا قمنا بإضافتها تقوم بأخذنا على هذا الراوت هذا الراوت قمنا بإنشائه هنا أعطينا إذن هذا الاسم وأيضا نقوم هنا باستدعاء الكونترولر بوست كونترولر ونقوم باستدعاء الميثود تراشد الأنتي على هذا الكونترولر لدينا هنا هذه الميثود تراشد هي تقوم فقط بإرجاع لنا المقالات المعمول لها soft delete وتقوم بإرسالها إلى view لكي يتم أيضا عرضها هنا في هذا الجدول بعدها قمنا بالتعديل على هنا الbutton delete ال delete يظهر إذا كان البوست معمول له تراشد أو معمول له soft delete من قبل أما إذا لم يكن معمول له soft delete فسنقوم بإظهار كلمة تراش كما نلاحظ هنا إذن هنا دينا delete وإذن الإيداتات نقوم بإخفائها من هنا في حال كان البوست معمول له تراش أو soft delete وبعدها قمنا بالتعديل على destroy من جديد وقلنا هنا نقوم بتمرير ال ID ولا نستخدم طريقة route model binding لماذا؟ لأن المعمول لها soft delete هي تعتبر غير موجودة في فلو استخدمنا طريقة route model binding فهنا لن يتم إرجع لنا هذه يعني هنا عندما نعمل delete ونحن نستخدم طريقة route model هنا هذا أصلا غير موجود ونحن نريد نريد أن نقوم بعرض أو نقوم بالتعامل مع هذا البوست إذن هنا هذه الطريقة لن تتعرف على هذا البوست المعمول له soft delete لذلك نستخدم فقط طريقة ال ID وهنا استخدمنا كما قلنا query builder إذن هنا دين هذا الشرط where where بمعنى عندما إذن عندما ال ID أو هذا ال ID يكون مساوي لقيمة ال ID هنا سنقوم بجلب هذا البوست بعدها نتأكد من هذا البوست هل هو معمول له trashed أو لا لأن هذه المثود هي تقوم بإرجاع لنا جميع البوست أو المقالات الموجودة في هذا المودل سواء قمنا بعمل عليها soft delete أم لم نقوم بعمل عليها soft delete لذلك هنا نحن أيضا نتأكد مرة أخرى هل هذا البوست معمول له trashed أم لا إذا كان معمول فهنا سوف نستخدم هذه المثود force delete وستقوم بحث نهائي للبوست من ال database أما إذا لم يكن معمول له soft delete هنا سنقوم بعمل له soft delete عن طريق هذه المثود delete وبعدها لدينا هنا session والflush والredirect على هذا الراوت إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم رحمة الله وبركاته